امبارح سيادة رئيس عبد الفتاح سيسي كرم خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مجموعة من الشخصيات المؤثرة في العمل الاهلي والتنموي وكانت واحدة من ضمن المكرمات هي الدكتورة شيرين عامر الطبيبة اللي قامت مع زملائها الأطباء بتنفيذ العديد من القوافل الطبية للمناطق النائية في مصر على مدار 20 سنة وليس فقط المبادرات الطبية وكل ده كان اعتمادا على الموارد الذاتية عملت ايه دكتورة شيرين طول هذه الفترة ده اللي هنعرفه دلوقتي منها طبعا هي من ورانا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا أهلا مع حضرتك وألف ألف مبروك التكريم يعني تستحق التكريم بعد عشرين عام من العمل الخيري من التطوع وكنا نتكلم يمكن قبل الهوى على فريق المتطوعين الموجود مع حضرتك فعايزين نعرف بداية حضرتك مع العمل الخيري كانت عاملة ازاي وكانت امتى بالظر بص حضرتك هي البداية أنا خارجة القصر العيني فلما كنا في الكلية كنا بنشوف انه في مرضى كتير والاحتياجات طبعا حضرتك متخيل ده هو اللي بيجمع من كل محافظات مصر كلها فدي كانت الحاجة اللي كنا بنحتاج بيها يوميا المريض مش مجرد انه علشان العلاج والحاجات دي انه محتاج احنا بنفاجأ بانه في معاناة في انتقاله في معاناة في معاناة في معاناة يعني سنسلة معاناة طويلة العيان بيدخل ممكن يتحجز عندي مثلا في الكلية في الاصل العيني بالشهور علاجه او امراضه كده ونبدأ نشوف الاهل فهي جات معا على سنة تقريبا بنكلم من الاربعة وتسعين كده خمسة وتسعين ايام ما كنا طلبة فنشوف ايه اللي احتياجات يعني برضو نخلي بالحديثك انت العدد كبير بيبقى موجود في الاصل العيني فنيجي في الشتا ممكن تلاقي ان اللي جاي بقى هالين مرافق ليه مش عارف ايه مفيش بطاطين فبدأنا نجمع من بعض احنا مجموعة صحاب كده كل واحد يروح يشتري بطنيتين ثلاثة مش عارف ايه ونديها معا هما قدام عينينا واحنا وصقين وشايفين الناس مش متكسبة الناس يعني الناس غلبانة فالموضوع بدأ يوسع من الكلية احنا في دفعاتنا بدأت توسع اكتر 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 فطب يا جماعة ما تيجو نشوف بقى مورد انه هو يدينا بسعر كويس بدل ما ننزل نعمل شوبينج بقى من حتة معينة كل واحد ينزل مشتري واحدة ايوه تنزل واحدة تدخل على كوستوم الريد لكن لما تتكلم على مورد نبص نلاقي ان في موردين وفي ناس بقى ربك بقى اللي بيفرجها عارف انت لما بتيجي تاخد خط سير الخير وربنا بيريد بتتفتح تبص تلاقي المورد يقوم ايلك ايه طب انا حساهم معاكو بكذا كذا مثلا يعني هنشتري احنا مية طب فيه خمسين والمية دول مثلا هنخفض لقد كده الكوست برايس بتاع هتبقى عمل ازاي مثلا الساعة بدأت توسع بدأ نتعرف اكتر بدأنا نكبر بقى بدأوا من الجماعات صحابنا كلنا صحاب باش حد مش عارف التاني طب بقى دخلت على هندسة على تجارة على احلم على كله بدأت تبقى مجموعات اكبر شوية واكبر احنا بقى بنيجي نكبر ونتخرج تجي بقى تجي تدخل على رمضان جاي طب احنا عايزين نعمل وجبات رمضان طب ننزل الماركتز شوية بشوية لا بقى في موردين بشوية بشوية ندور بقى على حد انه هو يدينا بقى سعار التكلفة لو هي المصانعة نفسها هلين بقى يبدأوا يشوفونا احنا بنعمل الكلام يبدأوا يساعدونا صغيرين بقى كده في الاول وعايزين حد عنده معارف برضو بيحاول ان هو يسادر قد ما يقدر بالزبط بالزبط بدأت بقى سلسلة مع يعني صحاب نكبر صحاب 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 معارف معارف علاقات اماكن بدأت تشوف انه شباب صغير مثلا بيشتغل في الحاجات دي طب عايزين نساعد معاكم تبص لحياتك الدائرة بتوسع الاصل في الموضوع ان انت عايز تطلع على زكاة الوقت بتاعك زكاة من المال مش زكاة المال كزكاة المال انا قضي ان عايز تطلع من مالك وتطلع من مجهودك علشان بتزكي عن نفسك وخير وفكرة الاحساس بالغير يعني انتو بتديتوها في الاول بطاطين المرافقين للمرضى في الشتاء لان هما ما كانوش بيقدروا يمشوا وجوا برد فهي يعني يمكن حتى زي ما احنا دايما بقول وده اللي بنحاول دايما نزرعه دلوقتي في الاولاد الصغيرين ان انت تحس بغيرك مش لازم تكون مساعدة كبيرة خالص بعد بقى ما البطاطين وبعد كمان رمضان ازاي الموضوع كبر اكتر من كده يعني دخلنا بقى في قوافل طبية وا 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 يعني حكينا ازاي الموضوع كبر ازاي بقى تحول من مجرد جهود فردية واشخاص ودائرة علاقات لمجهود منظم هو لسه لغاية دلوقتي دائرة علاقات ومجهود مجهودات فردية انا علو واحدة فيهم على فكرة يعني انا معايا ناس عظيمة يعني في منهم ناس اسادزيتي اللي بيعملوا سابورت يعني انا بقول لحضرتك هي الفكرة زي ما حدرتك كنت بتقولي فكرة العطاء وانك تحسي بالغير احنا احنا اصلا ايه احنا اصلا دكاترة فانتي اول حاجة بتواجهيها يا مريد مش لاقي العلاج يا مريد مش عارف يجيب العلاج يبقى احنا بنجمع ونروح شريع العلاج احنا كان بيبقى يا فيه ناس مش حارفة حتى تكشف في الاصر العيني لا لا ما في الاصر العيني يعني في المطلق فيه ناس حتى بيبقى موضوع الكشفة بالنسبة لها بيبقى فيه صعوبة معلشان كده انا بقول لحضرتك هي بدأت الناحية الطبية بدأت بتلقائية ليه انا ما يبقى عيان ومش لاقي الفلوس انه يجيب ما عندوش فلوس يجيب الدول بدأنا نجيب طب بدأنا نشوف العينين الكرانيك اللي هم المزمنين او العينين معهد الاورام الناس اللي هي عندها الاعقاد او المشاكل الصحية المستمرة اللي هو لو قدر يجيب شهر اتنين تلاتة وهو عامل بسيط او هو انسان دخله ارزقي على يومه مش هيرى في كامل الباقي احنا كده كترة عارفين انه لازم الدواء يتوفر مثلا لا تسيء لمدة ستة شهر لسنة علشان يبدأ يجيب فعالية كويسة انت التارجيت عايزة العيان يخف الحتة دي بدأت بتلقائية لان ده مجالنا نطلع اكتر منها كده شوية عمليات مثلا والضغوط على الاصر العيني مثلا او ساعتما كنا في الكلية الويت انجليست كبيرة طيب بنبدأ بقى نشوف مين بابا استسف كذا مين بابا جراح كذا مين مامته كذا بصي بقى احنا عادين نطلع ونتشعب ما بيننا وما بين بعض بمعرفنا مين عمه كذا مين عنده مستشفى كذا طب مين نعمل كذا يعني هي بدأت تاخد خطوة خطوة طبية بتنظيم صغير لان احنا جوه الطب ما هي دي الفكرة يعني كل دي كانت برضو جهود يعني معارف بس احنا نتكلم الوقتي عشان حضرتك تكرمي زي ما تبعنا مبارح اكيد في جهود كبيرة جدا وخطوات كتيرة جدا ويمكن اكيد ساعدتي ناس كتير جدا عشان يسيب بصمة عشان نوصل لها فازاي قدرنا نحول كل المجهودات اللي حضرتك حدثت عليها بشكل منظم يعني احنا اكيد عشان لازم نحدد لست زي ما حضرتك قلت او قائمة بالناس الفعل المحتاجة عارفين ان فيه ناس هنا اشخاص هنا محتاجين كذا ومحتاجين كذا ومحتاجين كذا ده محتاج عمل مؤسسي والله انا هقول لها ريتك حاجة هو انا شخصيا يعني اتفجئت بالتكلمة يعني الفكرة انه هو الواحد كان بيعملها من دراسته ودراست الناس اللي معاه وخبراتنا المجمعة يعني انا كان من ضمن دراستي درست الجودة الطبية في الجامعة الامريكية درست ادارة عمل في حاجات بصي انت في مصارك انت قاعدة تاخذ الخبرات معانا ناس مثلا كانوا من تجارة ودرسين في التكاليف ودرسين الفاينانسيز وكذا لما بدأنا ان الدنيا توسع معانا شوية بدأنا ان احنا الفكر التنظيمي هو بيبدأ معاك من اول خطواتك وانت ماشية انت بتدواري على ايه الخطأ مثلا اللي عملتيه حتى لو ديتي حد غير مستحق او حد اخذ الحاجة ورح باعها مثلا بتتعلمي ان الكريتيريا ازاي تعرفي ان ده مستحق فعلا يعني هو مش اي بوست معدي مثلا على الفيسبوك صح فانت هتروحي ايه لحنا نسعر من خبرة الفرز خبرة الفرز لان احنا في كلية وفي القصر العيني بنقدر نفرق ما بين العيان اللي بيدعي او العيان اللي تعبان او العيان اللي ممكن يبقى ياخد الحاجة وعلى فكرة هو بياخد الحاجة ويباعها هو محتاج برضو بس المبدأ نفسه في انك انا بديك الحاجة تستفيد بيها ليك انت والاهلك ممكن يكون عنده من الحاجة دي يعني لو هنتكلم مثلا في بطنية ممكن يكون عنده بطنية تانية فهو عشان في احتياج للفلوس فبياخد البطنية تانية يباعها ويقولتي برضو هو محتاج بدي لو قلت هنشوف انت احتياجتك التانية لك انت بتجمع وتعمل بدي برضو بص حادتك زي سي بتقولها خبرة الفرز والتعلم من الاخطاء والخبرات والدراسات بقى اللي احنا ماشيين فيها احنا لقينا انه هو ده السيستم اللي هو دايما يعني رود كوزة أنا على السيزم مكتقدر يتعرفي ايه اصل المشكلة العيان محتاج ايه انت عندك مش كل عيان اللي هنا غير المينيا غير سهاج غير كاترين غير حلاب وشلاتين غير سيوة غير الوحاد في الوادي الجديد حملته قوافل لكل الاماكن الحاجات دي دخلناها ما بين عيني او طبي طبيعة العيان اللي في الدخلة غير طبيعة العيان اللي في سانت كاترين غير طبيعة العيان اللي في سهاج طب انت هتطلع بالقفلة مثلا او هتبعت المعونات دي على سهاج انت ماينفعش تبعت معونات غذائية زيها زيها اللي بتطلع على سانت كاترين هما بالنسبة لهم عايزين الدقيق كتير عندك في سهاج لا يقدر يأكل الرز والمكارونة والزيت هتبعتي نفس الوجبة دي هنا على الناحية التانية هينبصد بس هي تلات تربعها مش هيستفيد انا عايز احتياجي دقيقة ممكن ادي له دقيق بس فحلاب وشلاتين دقيق الامراض طريقة الامراض اللي انا مثلا شفتها في شلاتين واحتياجاتهم هناك او الناس اللي هي في الصحراء غير سهاج المينيا غير كاترين غير اسكندرية وطبعا احنا بنكلم اسكندرية والقاهرة انت في عندك زي الحواري المحيطة اللي هي بتعتبر نسها بسيطة جدا 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 مش في المدن لان احنا كنا بدأنا جوه المدن بعدين بدأنا نلاقي انه فيه تركيز على المدن في انهم يدولهم سبليز من حاجات كتير من جهات كتير طب نبدأ نطلع لبرة حلوان والاماكن النقية اللي حواليها وحواري معينة وبتاع لا بنلاقي ناس هي مش عارفة تروح فين علشان تاخد الحيب بس ده بيحتاج دراسة يا دكتور يعني زي ما حدريك قلت ان كل مكان بتروحه مختلف عن الاخر ان كان من احتاجاته العينية او الطبية بس ده بيحتاج دراسة الدراسة دي بتقوم بيها ازاي مين اللي بيعملها حاول له حريطك حاجة كده كترة ومهندسين ومحامين وكل المجالات من كل اللي هم المجموعات بتاعيه انا حتكلم عن نفسي في الضبن انا علشان اعرف العين ده عنده ايه مش بسأل اسئلة والاسئلة اللي بسألها باخد تاريخه المرضي وتاريخه الغذائي وتاريخه الاجتماعي انا تخصصي طب بأسرة فانا باخد التاريخ انا فاجح لكم تعدينينا في صباح خير بس ما تكلمتيش عن عمل التطوير اه لا كان كلامنا طبي اه اه كان كلامنا طبي فانا لازم ااخد كل التفاصيل بما فيها تاريخه الوظيفي طبيعة الشغلانة اللي بيشتغلها المريض يعني المريض مثلا في البنك غير الموزيع غير الكاميرامان غير المقاول كل واحد ليه الحاجات اللي بتعرض على صحته ده بيدينا السكيلز بتاعت انك بتعملي نوع من انواع التحليل وانك البحث في الأصل عشان تعرفي توصلي للنتيجة اللي انت عايز تعمليها طيب انا عايزة اطلع بعت لنا مثلا ناس انه عندنا فقصيوت في قرية ما الناس تعبانة يعني محتاجة وبتاعت طيب لازم حنبدأ الناس دي عددها قد ايه فيه كم طفل طيب العمالة اللي موجودة الشغل اللي بيشتغلو ايه المية اخبارها ايه بيجيبوها منين طب صورونا البيوت كده نشوف لما بنشوف شكل البيوت بنقدر نعرف الاماكن دي مدى اهتياجها عامل ازاي طيب بيكلوا ايه بنسأل الاسئلة دي في جهات ممكن هناك يعني ممكن مثلا اتواصل مع حد يكون بلده من قصيوته او يعرف حد من جمعية من الجمعيات الاهلية هناك اللي عندهم المعلومات دي وعندهم السيرفي بتاع الناس اللي محتاجة باي دوكيومنس بقى اللي معمول عليها البحث الابتماعي وده اللي وسع علينا كمان ده الدواري الشغل بتاعتنا في ايه ان احنا بقى فيه ناس من صحابنا عمل مؤسسات مثلا فبقى طب دلوقتي اللي مسكين في جزء في المعادي ونحية القاهرة والكلام ده يا جماعة احنا عايزين نعرف المنطقة الفلانية والحرم الفلانية والحتة دي اخبار الناس ينزلوا هم يقوموا ايلن لنا طب يا جماعة احنا هنتعاون مع بعض الاحتياج ايه طب التوصيل ايه الاخبار مثلا عربيات كبيرة هتطلع ممكن المؤسسة دي هي اللي تتبرع وتوفر لنا طيب احنا هنشتري بقى الحاجات دي ونوفرها او هنتكلم مع مصانع وجهات وانتي حضرتك يعني ستيب وايز لما الناس بتبدأ تصق فيك هو سهل يقوم يطلع لي يقول لي انا عندي مثلا الف بطنية تبرع السنة دي هو مطلع الزكاة بتاعته طيب احنا عندنا الاناكن دي ودي ودي طيب هو اللي عنده مطلع وده هو مش صعب عليه انه يطلعه في اي حتة بس هو برضو لما بيتوسم انه هو وثق في ناس بتنزل على ارض الواقع بيتعاون طبعا الدايرة بدأت توسع خبرات يعني اه الكلام اللي حياتيك بتقولي ان ده شغل مؤسسي بس هو علشان مبني علينا احنا كخبرات في التنفيذ لكن كنا بجهود ذاتية هنا بقى انا عايز اشير لنقطة مهمة جدا في الحكاية اللي بنسمعها دلوقتي اول حاجة الدكتورة شيرين والناس اللي معاها ضربوا امثلة في حاجات كتير قوي اول حاجة انت بتتبرع او بتعطي من اللي تملكه من اللي تقدر تعمله ومش قادر تعطي مديا ممكن تعطي من وقتك تعطي من مجهودك شوفنا الدكاترة عملوا ايه ممكن المحامي يساعد في حاجات معينة ممكن المدرس يساعد برضو في حاجات معينة لما يلاقي مثلا التلميذ او الطلبة محتاجينها بمجهود بجزء من الوقت ده مفهوم العمل التطوعي حتى لو مش قادر ان انت تتبرع بفلوس ده جانب الجانب الاخر انك تبص في اللي حواليك مش حاجة ان تقعد تبص تدور من بعيد في البداية بص في اللي حواليك هما ما بدأوش يلفوا ويجوبوا المحافظات والمحافظات الحدودية والمحافظات اللي ما كانش في حد بيوصلها غير لما بدأوا باللي حواليهم شافوا اللي حواليهم الاول محتاجين هما نظرتهم اللي حواليهم قدرت تكشف هما محتاجين ولا لا وعلى هذا الاساس دي كانت البداية ده حقيقي بص انا مقتنعة وكل المجموعة اللي انا اعتبر اصغر وقال اللي واحدة فيهم اي انسان يقدر يدي بأي ان كان قادر اللي فيه حتى لو كان نص ساعة من وقته حتى لو كان بكونكشن لحاجة معينة يعني انت ممكن يوصل حد بحد يوصل حد بحد يعني انا ممكن يكون في حد مثلا في بوزيشن مثلا معين في شغله ما بيقدرش ان هو ينزل معنا او ما بيقدرش يطلع 3-4-5 مرات في السنة انه يطلع مثلا اي طلعات ويبقى نفسهم لكن يقدر ينسق بالتليفون مثلا ده ينسق بالتليفون يعني انا كان فيه توقتات كتيرة جدا ان القوافل اعمل تنسيئتها بالتليفون شركات الادوية بتتعاون جدا طالما بدأ التصق وشركات الادوية برضو اخلي بالحضراتكم ان احنا بنمشي حسب برضو البروتوكولز فيها بمعنى شركة الادوية مش هتطلع علشان الدكتورة شيرين عامر كشخص لكن انا في الحالة دي لما بعرف انه مثلا انا عندي في الميني عندي في الشرقية عندي في أسيوت محتاجين اطلعوا مثلا اطلع قفلة طبية هناك اللي بيحصل انه الجهة اللي هناك هي جهة جمعية او كده خيرية مش عارفة تجيب الناس دي مش عارفة تجيب الدكتورة دول والادوية دي طب يا جماعة احنا حنتعاون مع دول وادي شركات الادوية دي بقوا عارفيننا وحفظيننا انه عارفين ان احنا وعارفين اسامي الدكتورة والاسادزة اللي بينزلوا معنا لانه ربنا يكرمهم اللي بينزل كلهم يعني اسادزة كبار يعني حتى منجيش نقول لنا صغيرين يعني الخبرة هي خبرة تركمية حتى الثقة يعني اتبنت على مدار سنين ونحن نتكلم في مشوار مشاركتك في العمل التماوي والعمل الاهلي يمكن 20 سنة 20 سنة كتير قوي 25 سنة تحديدا نحسي فيها بقى كده بس مفيش ولا مرة حاجة وقفتك حاجة عطلتك بمعنى انها تكون عطلتني ازاي يعني اي زرف تحديات ان كان مثلا في فكرة وجود مساعدات زرف عمتا عطالك عن هذا العمل حسيتين عدد المتطوعين يا اي تحديات قبلتك حقول لحديتك حاجة الصعوبات اللي كنا بنواجهها كانت احيانا في في نوعية المصداقية نوعا ما للمكان اللي بنتكلم معاه في محافظة تكون جديدة ما دخلتهاش قبل كده لغاية لما دخلها يعني اه بيبقى وارد ان انا بجي اطلب مثلا انا وصحابي وكده البيانات زي ما نقولت الحديتك كده ايه ما يخبرها ايه البيوت المرضى هل في ناس عايزة عمليات طب وضع الامراض معينة كذا تجيني معلومات بالاحتياجات نيجي احنا نحضرها نيجي ننزل نلاقي المعلومات مش في الدقة قوي او ممكن نلاقي ان الناس وجهة نظرهم في انه الشخص ده محتاج مختلفة شوية انت حضرتك بتطلعي الطلعة دي لمن يستحق كل الناس محتاجة من اقل واحد لاغنى واحد كل الناس محتاجة كل واحد على مستوى من يستحق علشان تبقى عندك الصدقة او يعني الخير اللي انت بتطلعي يتاخد ثوابه للاخر صح صحيح ممكن نروح هناك نلاقي وجهات نظرهم في المحتاج ده هو لا يستحق ما تقوليش ان انت عندك مواشي مثلا انت لات اربع نعيز على خرفان وتقولي اصل ده زي وزي المعدم تماما اللي بيطلع على باب الله باليومية وتصاب في رجله فقعد في البيت فنتطر بقى ان احنا مع اول طلعة ندقى اكتر لانها بتبقى نوع سيرفي على الارض الواقع لو انا ما طلعتش في نص طلعة يعني احنا بنتبادل كلنا في الحتة دي عظيم دي كانت من اكبر الصعوبات لانك بتطلعي لما بدانا نتوسع للبرا على المحافظات محتاجة مصدقية الحتة دي من المعلومات من الجهة التانية عظيم جدا حضرتك قلتني في ناس كتير محتاجة واحنا هنستأذن حضرتك فانه الفقرة دي بتنزل على السوشال ميديا على الصفحة بتاعتنا فتتابعي التعليقات اللي هتيجي عشان لو فيه اي حد سواء كانت حالات فردية او فيه ناس محتاجة مساعدات بشكل جماعي في قرى ايا كان نوع هذه المساعدات فحضرتك تتابعي هذه الحلقة لما تنزلوا هذه الفقرة على الصفحة بتاعتنا وتتفاعل مع الناس ان شاء الله لا لا دفنت لي ان شاء الله بنسكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا الدكتورة شيرين عامر واحد النماذج المكرمة في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنمو شكرا جزيلا لكفا اهلا بحراتك